موسيقى موسيقى بسم الاب والابن روح كدس الاله الواحد امين نبتدي كالمعتاد ناخد نص الساعة اسئلة وبعد كده ناخد الموضوع بتاعنا بعد ما نقول ترتيل او حاجة النهاردة ابونا بعث لي شوية اسئلة اجوابها معاكم فيه اتنين عن الارتباط وفيه اتنين عن الجواز لو اي واحد عايز يرتبط او احد عايز يتجوز يسد ودانه او يسمع ويخلي باله كويس اول سؤال عن الارتباط بيقول مساء الخير يا قد سابونة انا محتاجة رأي ومشورة حضرتك في الموضوع هي بنوتا من سوهاج حبت شخص لمدة اربع سنين ومشي في السنة الخمسة في بداية علاقتنا قال لي سنتين وهاجي اتقدملك وانا قلت هبقى بنت اصول واستنى واهلنا عارفين الموضوع باختصار هي استحملت ورفضت عرسان طب كويس اني بيجيلك عرسان تاني برافو كل ما اقول له تعالى تقدم يقول لي هاجيب الشقة تقول له انا حاجات بسيطة هنعيش بيها يقول لها انا بشتغل باليومية والغاية النهاردة هو بيمتنع عن ان هو يتقدم اهله كمان حاولوا يدخلوا ويدغطوا عليه عشان يتقدم بس هو ما تقدمش هو بيقول لي خليك معايا معرفش انتوا ايه رأيكم ايه رأيكم مين وافق تكمل مين وافق انها تكمل اذا ولا حد خلاص كده الاجابة واضحة الولاد طيب لو جد يقدم صح كده بصوا حبيب الارتباط الوقت طويل له مساوقه انا هسميه الارتباط المبكر الارتباط المبكر له مساوق كتير يعني ما ينفعش انا افضل 3 سنين اربع سنين خمس سنين حتى دوت بصراحة بيعني كأن احنا ناس لو احنا رايحين نتجوز في مراحل معينة بنعدي بيها لغاية ما بنوصل لمرحلة الجواز مرحلة التعارف وبعدين بيبقى فيه قبول بعدين بيبقى فيه تعارف بعمق شوية بعدين بيبقى فيه ارتباط حقيقي عقلي ومشاعر وبعد كده المفروض نلبس دبلة بعد كده الدبلة بتكون بتجهزنا للجواز وبعد كده بنتجوز لو احنا ممشناش في النمو الطبيعي دوت تبقى كل مرحلة بواخت شوية زادت عن حد ده هنتعرف عليه اكتر من كده فطبعا صاحبة السؤال اللي بتقدملك يا اما هو مش جد يا اما هو عنده حاجة اسمها Fear of commitment الخوف من المسئولية او الخوف من ان هو يكون يدخل هذه ويبقى جد وطبعا دي لها مشاكلة طبعا دي لها مشاكلة لكن اربع سنين ودخلين في الخمسة ومش باين ايه اللي جاي في الافق دي مشكلة كبيرة انا اخشى ان انا اقولك اه يا حبيبتي يخليك بنته اصول واستني بس هو الحقيقة كلمة اربع سنين وخمس سنين دي ما لهاش علاقة ببنته الاصول ومش بنته الاصول حتى لو اهلنا عارفين الحقيقة لان الاهل بيبقوا عايزيني يفرحوا بنتهم او يفرحوا ابنهم فهي ما لعاش علاقة ببنته الاصول او ابنه الاصول لكن لها العلاقة النمو الطبيعي للارتباط دي بقى كده في تعارف ثم قبول ثم بقى نبتدي قلبنا يشتغل شوية وعقلنا كمان بيشتغل الاتنين بيشتغلوا مع بعض في نفس الاتجاه مش القلب شغال والعقل واقف لو القلب شغال والعقل واقف يبقى منسميه شخص مغيب لكن انا هقولك انت استني طب هتستني الانهي ايه او تقوليله لو انت ما جدش النهاردة خلاص كده متشكرين بس تكوني متأكدة من ان هو ما عندوش حتة الخوف من المسئولية او من الخوف من الزواج لاني احيان بتبقى التأجيل دوت نوع من انواع التردد او ها متردد مش متأكد من قراره بس بعد اربع خمس سنين لسه مش متأكد من قراره عايز ايه لتاني اللي يأكده فطبعا ده كده كتير قوي الحقيقة السؤال التاني برضو سؤال متشابه بس هي بنت عايشة برا مصر والولد عايش جوا مصر بنت بتسمع لابونا بولس وبعت السؤال من شهر فبراير في فرجينيا وتعرفت على ولد هنا ويبدو ان هي مش كتبة سنها بس يبدو ان هما سنهم متقارب لان هما لسه كانوا بيدرسوا يعني او في اخر سنين الدراسة وبرضو الولد بعد ما قاعد سنة من الكلام هنا وهنا ابتدى برضو يقول طب انا هاجي في الشتاء بدل الصيف قالت له لا الشتاء مش هينسبنا فبطل يكلمها الى اخره وبعدين هي في اخر السؤال كتبة خالص بتقول لما حاول تدخل مامته في الموضوع ان هو يجي في الصيف بدل الشتاء فراحت لقيت ان مامته بتقول له لا تعالى لا هيجي في الشتاء وبعدين هو بطل يكلمها فهل انا اكلمه ولا حاسة ان انا بقلل اوي من نفسي طبعا انا عايز استغل الموضوع واقول لكم كلنا طبعا نقباط ومسيحيين ارتودوكس مصريين الاصل بس طبعا اللي متربي بره غير اللي متربي في مصر فلازم نخلي بالنا من الحتة ديت يعني مش عشان اللي بره عايشين بره واللي جوه عايشين بره سبق بنت هترتبط بولد مهاجر بقله فترة طويلة او ولد هيرتبط ببنت مهاجر او مولودة هناك بس من اصول ابتية طبعا فيه اختلاف في الثقافة وطبعا فيه اختلاف في بعض المفاهيم وفي طريقة العيشة يعني الموضوع مش زي لما تكون تتعرف على واحدة هنا زي بالزبط كده هو مثلا حتى الفروق بين الاحياء او الفروق بين المحافظات اللي متربي في القاهرة شوية مختلف عن اللي متربي في السعيد مفيش حد احسن من حد كلنا واحد لكن انا بكلف من حي متكلم من حيث والخلفيات والثقافات فلازم نكون بناخد وقتنا كويس في ان احنا ناخد وندي ونعرف بعض خصوصا لما بيكون احنا من خلفيات مختلف يبدو ان هو الولد بيخبي عليها شوية من الرسال طبعا حتة ان احنا نخبي دي خصوصا فوقات الاعتراف فوقات التعارف بيبقى علامة من علامات سوق النية دايما لما اتنين بيكونوا بيتعرفوا وحد يزعل من الثاني نسألهم السؤال ده نقول لهم ده سوق تصرف ولا سوق نية في فرق كبير بين الاثنين في فرق بين اننا وانا بتكلم مثلا غلطت في الكلام او فهمت حاجة غلط او اديت معاد يوم الاثنين فرحت يوم الاربع كنت فاكر ان هو المعاد يوم الاربع مش يوم الاثنين ده اسمه سوق تصرف او سهي علي او الاخير غير لما كون انا قاصد ان انا اخبي او قاصد ان انا ما بينش حاجة معينة فدايما لازم نفهم ما بين سوق التصرف وسوق النية سوق التصرف بنعديه وبنتعلم منه وبنحاول ان احنا ما نقرروش لكن سوق النية احيانا بيبقى علامة على ان انا بخبي حاجات او بجدب او او الى اخره فلو انت يا بنتي لو شايفها ان انت اللي انت بتتعرفي عليه ده وتعنده سوق نية خلي بالك فكرة ان هو بيغير كلامه كتير بعد سنة او مش متمسك بيكي دي برضو علامة ما تريحش يعني دايما لما اشوف كده انا شخصيا اشوف جوازة هدبوز عشان معاد او خطوبة هدبوز علشان معاد لا ماينفعش لو احنا متمسكين ببعض وعارفين امت بعض وفاهمين ان احنا احنا اكتر اتنين مناسبين لبعض مش معقول هيكون المعاد هو المشكلة لازم هنعرف نتفق لازم هنعرف نلاقي ارضية مشتركة فلو احنا مش عارفين للاقي ارضية مشتركة في حاجة صغيرة ما بالكم لما نيجي نختلف على حاجة كبيرة مش هنعرف ابد ان لاقي ارضية مشتركة بالنسبة لفكرة بقلل قوي من نفسي انا مش عايزك تكوني مندفعة او بتفكري بدافع الضمير او بدافع ان انت بتقللي من نفسك او بتزودي من نفسك انا عايزك تكوني مقتنع بعقليتك هو الولد ده لو كان متمسك بيا مش كان يكلمني وقال لي طب ايه المشكلة لما نعمل كذا يتحايل عليك شوية او يحاول يقنعك او انت تحاول يتقنعيه فلو انت هو انت عايزه ييجي في الصيف هو عايز يجي في فناير طب ما يجي في نوفمبر يعني في حلول وسطة في حلول وسطة احنا ممكن نتصرف فيها ونلاقيه لكن كون ان احنا مش عارفين ناجد حلول وسطة او في شخص مصمم على قراره هي كده يعني كده فيها تحكم فيها تسلط اعتقد دي علامة اني لما هنيجي عند الحاجات الكبيرة ممكن يحصل اختلاف سؤال يعني ربنا يدي الزوجة معونا بتقول انا متجوزة وجوزي متسبب في ازا جسدي ونفسي لي وليعيالي ربنا حبيبتي يسندك والمهم بعد عشر سنين جواز وضغط عليه من الاباء والكنيسة قررنا ان هو كل واحد منا ينفصل مؤقتا لغاية لما الامور تهدوا بيديني مبلغ كل شهر مصاريف العيال تشمل كل شيء المفروض اطلع منها عشور ولا لا هيا السؤال دا انا عجبني اوي الحقيقة السؤال دا عجبني وارسالة لكل زوجة يعني ازاي الامانة مع ربنا بالرغم من الظروف الصعبة ورغم ان المبلغ بسيط وهي بتقول مع العلم انه مش بيدفع عشور علشان قدسك ما تفتكرش ان جوز يدفع عشور عنهم قبل ما يديهم لي انا اشجعك طبعا انك تدفع العشور اشجعك واعتبري ان العشور اللي انتي هتقدميها هتكون سبب بركة اكتر واكتر وتخلي المبلغ البسيط دا وتيكفيكي ويزيد بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا الحقيقة ان السؤال دا بالنسبة لي لطيف جدا لان عموما السؤال التاني برضو عن الجواز فيه انفصال لما نيجي نجاوب وهقول كده عنوان بسيط فكروا فيه عمر ما الانفصال بيكون حل عمر ما الانفصال بيكون حل رغم ان هي متأزية لكن رضية وعايزة تحافظ على بيتها على عيالها وتربيهم كويس وبتسأل المبلغ دا واتندفع منه انا اشجعك وما تعتبرش ان المبلغ هيقل المبلغ هيزيد بزيادة مئة مرة مسيح يقول كده يأخذ مئة ضعف يأخذ مئة ضعف في هذا الزمان وفي الآتي ربنا يسندك وقويم سؤال حد لسه كده في الكلية اخر سنة عندي مشكلة نطالبة في السنة الاخيرة في الجامعة وخايفة جدا لما تخرج ابقى عاطلة بتخرجي الأول تضمنا النجاح طيب ابقى عاطلة ليه التشاؤم دا وما فيش شغل ليه وكمان موضوع الزكاء الاصطناعي دا بيزود الموضوع اكتر معايا وبحس انه خلاص اي حاجة هعملها مش مش لازمة وباخد كورسات زي ما قدسك بتنصح بس دايما بقول وده هيفيد بايه وخلاص مفيش حدا يتوظف وانا كمان مليش وسطة انا عارفة قد ايه يأس ارشدني يا ابي حلو ان احنا نبتدي حياتنا بيأس مش كنا منتهى التفاقل ان احنا نبتدي حياتنا بيأس لا يا حبيل لا 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 ما تخافوش من حاجة المستقبل بييد ربنا احنا بنعمل اللي علينا وبنطلب من ربنا وبنصل وزي ما حوالينا في بعض الامثلة اللي بقاله سنة ولا سنتين ولا تلاتة مشتغلش برضو في امثلة نكحة حوالين وفي ناس ربنا ادها النجاح وهي ابتدت من ولا حاجة المهم ان احنا نكون عندنا ايمان وعندنا ثقة وبنعمل اللي علينا وبنعمل اللي علينا وبندور وبنخرج برا الاوالب يعني ايه بنخرج برا الاوالب يعني في ناس يقولي يا ابونا ده انا متخرج من كلية كذا بس انا شغال في كذا براف انا كنت متخرجة من كذا بس شغالة دلوقتي في كذا براف شغل ملوش علاقة شوية بالكلية خدت كورسات اتعلمت غيرت الكارير بتاعي وشفت وابتدت صغير وسنة بسنة كبرت وبندورش على المكسب السريع انما بندور على المهنة اللي ليها مستقبل وبنشتغل فيها لكن اننا تأيد وايد نفسي بمجالي وكده وهو كده يبقى انا هفضل كده طب انت مجالك ممكن يكون مل زمان احنا على ايامنا زمان شوية من عشر عشرين تلاتين سنة المجالات كانت مختلفة عند الوقتي خالص فكرة اننا خايفة من الزكاء الاصطناعي احنا اللي بنشغله برضو مع الزكاء الاصطناعي متى حد يسأله وحد ياخد منه ما تخافوش من الزكاء الاصطناعي زكاء الاصطناعي بيطور المهن وبيطور الشغلانات وبيطور الاداء بس محتاج برضو ناس بني ادمين يشتغلوا في مصانع وفي شركات ودكاترة ومهندسين وصيادلة وووو الى اخر لكن الزكاء الاصطناعي بيطور اداءنا وبيخلق فرص جديدة لانه هو بيقدي الى عمق اكتر في المعرفة لكنه هو في الاخر مش بني ادم لكنه هو في الاخر مش بني ادم لا خليك متفقلة كده وربنا يديك نعمة وخليك يوثق في ربنا مش تبصي حواليك وتقولي يأس وإلى اخر لا نحن ولا نعرف اليأس ده احنا في الخمسين حتى مش كده احنا في الخمسين عندي واحدة صاحبتي سؤال مهم الحقيقة خصوصا للبنات عندي واحدة صاحبتي عندها مشاكل كتير قوي نفسية وعائلية وبحاول اخفف عنها على قد ما بقدر بس هي كل مرة بتتنيكس تاني وترجع اسوأ من الاول بقعد اقول ان دي تعتبر خدمة وانا افضل احاول اطبطب عليها بس اوقات كتير انا بتأثر بكلامها وبدخل في حالة نفسية جديدة وببقى عصبية حتى مع اهلي حتى امي قالتلي ابعد عنها بس هي انسانة حساسة قوي نفسيتها الى اخر طبعا ده تأثير سلبي ولو انتي عايزة تساعد صاحبتك بجد لازم تبعتيها لمساعدة حقيقية يبدو ان انتي لما بتسمعيها والتبطبي عليها وبرضو الكلام ده عند الولاد لما بنساعد وانتبطب ونلاقي ان احنا بنخش في نفس الدوامة من تاني ده معنى ان مساعدتنا دي مش جايبة نتيجة فانتي لازم تكوني لو انتي امينة ناحيتها وبتحبيها لازم توصليها لمساعدة حقيقية لو هي عندها مشاكل نفسية يبقى لازم نروح لطبيب نفسي لعنده مشاكل نفسية او ضغوط تفوق قدرته النفسية يعني ايه واحد عنده صدمة عصبية او صدمة نفسية اتعرض لحاجة نفسيته ما تستحملهاش زي كده واحد مننا رجالة اخره يشيل خمسين كيلو راح مرة واحدة مشاكل شيل لقاها تمانين تسعين كيلو هيحصل في العضلة بتاعته هتتمزق هتتقطع الى اخره فمش هينفع نطبطب عليه مش هينفع نعمله مساج نازم رديه للدكتور ونقول له انت محتاج جبيرا انت محتاج ادويا انت محتاج مراهم نفس الكلام بالنسبة للمشاكل النفسية فهي مش هتتحل مشاكلها النفسية بالمنظر اللي انت بتقولي عليه دو بالطبطب فلازم تكوني عملية شوية مع نفسك ومعها فلازم توديها لحد يساعدها فعلا على التغلب على مشاكلها النفسية عشان ما تتنكس مع كل مشكلة او كل صدمة هي بتواجه وطبعا لو ده بيأثر عليك بالسلب وعلى تفهم حياتك وتفهم امورك وشغلك وبيتك الى آخره مفيش مانع ان تحطي حدود للتعامل بس توفر لها مساعدة حقيقية عشان تبقي ساعدتها مساعدة حقيقية لو سمحت يا قدسابون اطميني ربنا يطمينك واحد كان مع واحد صاحبه في عربية وكان سكران وعمل حدثة وهرب وساعتها انا ما قلت لهش وقف وما كنتش وقتها قريب من ربنا وما كانش هممني بس معرفش الراجل اللي حصلت له الحدثة مع ربيته جراله حاجة ولا انا بفكر بخوف ولا ده قتل ولو مات انا مكانش ليا دعوة امش انا اللي كنت سايق ويمكن اصلا هل دي وسوسة ولا خوف حقيقي وشكرا طبعا حبيبي ربنا يحمينا الافضل ما تحطش نفسك بحاجة زي كده يعني اول حاجة لازم نتعلمها من السؤال دوت مينفعش نتواجد في اماكن فيها تغييب عن الوعي باي شكل حتى لو انت قلت ما كنتش انا اللي سايق ده هو اللي كان سايق جنبي ما هو انت كنت يعني مجرد انك بتشجعه ان يسوقه هو سايق هو نوع من نوع المشارك فاول حاجة بنتعلمها لنا كلنا ما تحط نفسك في موضع غلط تاني حاجة نتعلمها محدش بيعمل حاجة وبينجو الضمير بيفوق في يوم الايام انا رأيي حبيبي عشان ضميرك يرتاح تروح وتقعد مع اب اعترافك وتقدم توبة ولعل وعسى يعني التوبة مع السلة مع المنولة تخفف شوية من وجع الضمير اللي جواك لكن طبعا انت ما كنتش سايق لكن برضو وجودك في هذا الجو يعني نحذر نفس كلنا يا حبيبي من الكلام دون نحذر كلنا من هذا الكلام ولكن المعشرات الرضيئة تفسد الاخلاق الجيدة عندي مشكلة كبيرة مع جوزي واهله وصلت للضرب والمهانة والتهديد بالموت مشاكل صعب قوي واهله بيدخلوا في حياتنا وبيستغلوه عطفيا وبيغير اي حاجة في حياتنا او قرار المهم انا مش قادرة اكمل حياتي معاه واهلي مش هيوافق اني انفاصل عنه ارشدني يا ابي اتصرف ازاي هو ده اللي انا كنت بقولكم عليه احنا احيانا بنفتكر الانفصال حل الانفصال هو بوابة لمشاكل جديدة عشان محدش فيكم يكون بيفكر في زواج ويكون بيفكر كده ويقول ما انا اصلي لو محصل ايه اتفاق انفاصل لا ما عندناش كلام ده فيش كلام ده فيش كلام ده بدليل ان في المجتمعات المختلفة كلنا دارينين بمشاكل الانفصال اولاد الاباء والامات المنفصلين والازواج والزوجات المنفصلين الانفصال بوابة لمشاكل اخرى ومشاكل مختلف طيب يا ابونا اللي بعتننا السؤال دي نعمل ايه نقول لها حطي ايدك على بؤك وخلاص نقول لك لا نبتدي نحل بتدخلنا كتير في مشاكل قبل كده حتى ولو بعد فترة وفترة طويلة وجدنا حلول وجدنا انصاف حلول مقبولة نقدر نعيش بيها الدرب طبعا مرفوض بكل اشكاله المهانة العنف اللفظي والعنف العاطفي والعنف الجسدي مرفوض بكل الاشكال مرفوض بكل الاشكال ده حاجة غير انسانية مش اقول لكم حاجة غير مسيحية حاجة غير انسانية العنف العنف ده مش بتاعنا العنف ده عمر ما احنا الانسان اتواجد عشان يضرب او يضرب ده عنف غير مقبول وبالتالي قابل للعلاج وقابل وقابل الاساليب كتير قوي فانتي حبيبتي ربنا يديك نعمة مين ابونا اللي جوز كم مين ابونا كبركم ودي نصيحة تانية اي اتنين نخلين على ارتباط خطوبة جواز لازم يكون ليهم اب كاهن كبرهم كبرهم ده يعني ايه للابونا لو ابونا قالك لا يا بنت غلطانا تقول له حاضر يا ابونا ولابونا قالك يا ابني بلاش كده تقول له حاضر يا ابونا ولابونا قالك انت الاتنين مفيش داعي للكلام اللي انت بتقول له تقول لك حاضر يا ابونا هاي دي اسمها لنا كبير لكن اللي ملوش كبير عموما اللي ملوش كبير صعب السيطرة عليه عشان كده يقول لك ده قبر دماغه دماغه بتقول ايه الكبير بتاعه لكن هو ملوش كبير تاني واللي بيكبر دماغه او دماغه كبير هنقول انت غلطان ازاي عمرو ما تعرف انه نحل وسن بسن ربنا يديكو نعمة اخر سؤالين بسرعة سلام ونعمة يا ابونا هل الامراض الوراثية لها اكليل ولو نفسي في الرهبانة عندي نزل غدروف الفقرة رابعة والخمسة هل ده يخلي الاضيورة ما تقبلنيش ولازم اقول لرئيس الدرع الامراض الكتيرة اللي عندي هتبتدي الرهبانة ترهبنتش قبل كده يعني بس هما على ما اظن بيعملوا كشف طبي ولازم بتعمل كشف طبي وفي بالك بس ينفعش تكون داخل الدير وانت خبي حاجات يعني على رئيس الدير هتكمل ازاي جوه لا طبعا لازم تقول اللي عنك بالنسبة للجزء الاولاني هل الامراض الوراثية لها اكليل الاكليل اكون عندي مرض سواء وراسي او مش وراسي او انا اللي جبته لنفسي وعما لقف قدام ربنا اقول له انت ليه بتعمل وليه بتعمل وليه بتعمل متزمر ومتمرد وغير شاك فالاكليل هو نتيجة جهادك وتقبلك للصليب اللي انت شايله في حياتك لكن هي الفكرة مش فكرة المرض واحد جاله مرض معنا انه اخد اكليل لا جهادك ازاي وشكرك واحتمالك الى اخره اخر سؤال برضو عن بقى اتنين مخطوبين عنده مشكلة كبيرة في العصبية ولما بتعصب بحس ان بواسط المجهود رغم ان هو بيجاهد طبعا لو هي المشكلة بس في العصبية وانت معترف ان انت عصبي عالج الموضوع وعالجه بطريقة مظبوط وفي مشاكل في الطرفين لازم كل الطرفين يشتغلوا عليها مع بعض يعني انت عارفة خطيبك بيتعصب بلاش تغيذي بلاش توصلي لمرحلة العصبية لازم تمهدي له الموضوع كده سنة بسنة تقول بص انا عايز اكلمك في موضوع بس عايزك تكون هادي شوي يفهم ان هو ايه لازم يمسك اعصاب فلازم نشتغل على بعض الحاجات من الطرفين لان برضو ساعات الطرف يضغط على الثاني يضغط على الثاني يضغط على الثاني لما انفجر شفت اه لوح تلج كان يتعصر غالبا برضو فلازم الطرفين يشتغلوا على عيوب بعض نمرة واحد نمرة اتنين بالنسبة العصبية عصبية يعني انفعال يعني الواحد بيتكلم بالعقل الواحد بيتكلم بانفعال انفعال فغالبا الكلام اللي بيطلع بانفعال نسبة العقل فيه بتبقى قليلة عشان كده ساعات الواحد يرجع ويقول انا مش عارف ايه اللي خلاني يقول كده لما يهدى شوية ويعقل بقى اللي تقال يقول انا ايه اللي خلاني يقول كده وساعات كلام العصبية بيطلع فيه الحاجات اللي احنا مش عارفين او مش بنحب نطلحها يطلع فيها الانانية يطلع فيها الغيرة لاني ساعاتها العقل مشلول شوية والعاطفة هي اللي بتخرج الكلام اشتغلوا على الموضوع وانت لازم تشتغل على الموضوع لان انت سواء كملت مع خطبتك ديت او جيت خطبت تاني العصبية مش حلوة عشان ما انت تتعصب في شغلك هتتعصب في بيتك هتتعصب في المواصلات هتتعصب في اي حاج فالعصبية عيب محتاج نعالجه وله الطرق بتاعته مع المشورة او حتى مع بعض الاطباء النفسيين بنتعلم ازاي نفكر قبل ما نتكلم ازاي نمسك الكلام ازاي نوقف ونتكلم بعدين لما نهدى نكتب كده الحاجات اللي بتعصب ننبه اللي قدامنا نقول بص كفيها كلام في الموضوع ده على حسن انا ابتديت ايه في علامات بتبان تلاقي مثلا رقابتك بتتهز تلاقي تحس ان الدم بتدى يغلي كده في نفوخك في علامات فيزيكا بتبان ان انا ابتديت اخش في مرحلة العصبية فاول ما لقي العلامات دي ابتدي يقف كلام افهم ان انا دخل في السك اللي ما فيهاش راجعة فالحق نفسي شوي فدي كلها لها تدريب بس انت لازم تعملها لان زي ما بقولك كده 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 ده حاجة مش لطيفة في شخصيتك سواء في الجواز او في الشغل او في العمل او مع الجران او في المواصلات الى اخير بنعمة ربنا حابة بتكلم معاكم واحنا لسه كده في يعني التلت الاولاني من الخمسين حابة بتكلم معاكم في موضوع وانا لسه مازال حقيقة اسبوع الالام بيرود بالي وزهني والصلوات والقريات عايز اتكلم في موضوع اسمه هكذا احبني وهكذا ينبغي ان احب حقيقة الموضوع ده هو طول اسبوع الالام انا عمال اتأمل في الكريات اللي بسمحها وفي الالحان الجميلة والاحداث وعمال اشوف ازاي ربنا بيظهر لي في كل خطوة بيعملها حب في كل خطوة بيعملها لي حب وانا في المقابل بسأل نفسي ازاي احبك يا رب فهن اتكلم كده هكذا احبني وهكذا ينبغي ان احب مش بمفهوم ان احنا بنقارن محبتنا الربنا لان الحقيقة صعب صعب الرب الاله مصدر كل النعم ومصدر الحب احنا نقارن نفسنا بيه بس انا عايز اشوف المسيح في حياته ازاي عبرلي عن حبه وارسم لنفسي منهج يشابه ويماثل حب المسيح ليه زي ما هو قال كده اكون ايه او نكون على صورته على مثال وبالتالي انا اشوف هو حبيني ازاي وحط نفسي منهج احبه ازاي اول حاجة الاية الجميلة لبولس الرسول يقولها في فليبي اتنين تمانية اطاع حتى الموت وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب اطاع المسيح في تجسده وبنلاقيها واضحة جدا يوم خميس العهد بالليل المسيح الرب الاله المتجسد الكلمة نسوت كامل ولهوت كامل عنده انسان كامل في داخله وايضا اله كامل متحد لهوت متحد بنسوت فهذه الانسان النسوت له ارادة بشرية وهذه الارادة البشرية اطاعت حتى الموت طبعا انتم فهمتوا انا لما اجي ارد على نفسي واقول هكذا ينبغي ان احبه هكذا ينبغي ان اطيعه المسيح اطاع حتى الموت بوليس يقول كده موت الصليب حتى الموت وبعدين فصلة موت الصليب يعني مش اي موت موت الصليب اللي فيه مهانة واللي فيه عري واللي فيه خزي واللي فيه قلم وحاجة كده صعبة قوي يمكن من اهم اثبتات الايامة اللي خلت اليهود ما يعرفوش يزوروا الايامة قال لك لو بنجيب جس واحد ميت ونقول ان هو ده المسيح ما عارفوش عارفين ما عارفوش ليه ليه تفتكروا عشان القلم اللي عد بيه المسيح هنجيب من جس واحد مصلوب عليه جراح مسامير وجراح في جنبه ويكليل في الشوق وجلد بعدد معين عشان كده كفن المسيح النهاردة المعروض في تورينو هو خلاص ده معروف كفن المسيح محدش بي يقدر ينكر سواء ملحد ولا مش ملحد ده آه كفن المسيح هو ده المكتوب تاريخيا والمكتوب انجليا هو ده شايفينه موت الصليم قطاع حتى الموت موت الصليم انا وصاد حب الله اللي قطاع لغاية موت الصليم عشان يفديني انا مدى الطاعة اللي بقدمها الربنا قد ايه مدى الطاعة اللي بقدمها عكس الطاعة ايه عكس الطاعة قولولي عصيان ايه كمان تمرد مش كده تزمر مش كلام كتير عكس الطاعة العصيان او التمرد او التزمر العصيان معناها اننا لأ صريح يعني خذي حبيب يعمل دي لا لا ده اسمه عصيان تمرد يعني التزمر عملها ليه مش كل الناس بتعمل كده الناس الحالة ما تعالش كده محاولة يعني تبديل الايه الامر او عصيانه بس بطريقة فيها محاولات اقناع يعني اننا مش ملزم اننا اعمل كده او الكلام ده ما ينفعش دلوقتي الكلام ده ينفع زمان الكلام ده يعملوا وبنقلل انا امام الطاعة اللي انا شفتها في رب يسوع المسيح اللي اطاع حتى الموت موت الصليم هقول لكم كم سؤال يفرقوا معنا في التفكير في هذا الامر هل تفتكروا ربنا يسوع المسيح ما كانش عنده حلول يعملها يتفاد بها الصليم طبعا كان عنده طبعا كان عنده عشان كده المسيح كان ساكت لغاية لما قال له الا تعلم ان ليه سلطان بيلوتوس او يرودوس حد منهم يعني قال له كده الا تعلم ان ليه سلطان ان اطلقك ساعتها استنى لا ملكش سلطان علي انا واقف هنا بقراتي ليس سلطان الا ما اعطيت ايه من فوق لا يا حبيبي ساعتها المسيح تكلم عشان ما يبنش او الناس تفهم ان انا واقف هنا مضطر لا انا واقف هنا ايه بكامل اراتي زي ما بنقول يسوع المسيح الهنا الذي قبل الالام بارادته وحده عنا كلنا فالمسيح كان عنده حلول انه يخرج من الصليب كان عنده حلول انه يهرب كان عنده حلول انه تجيب ملايكة تيجي تضايحهم كلهم لكن هو اطاع حتى الموت موت الصليب وبالتالي انا وحضراتكم محتاجين نحط ده في منهج حبنا للمسيح لو انا بحب المسيح بحب ربنا وماشي في حياتي لازم انا اكون بمارس الطاعة اللي هي النهاردة في عرفنا احيان كتير الطاعة تبقى ضعف طبعا انا هنا مش بتكلم على طاعة تبقى مديرك يقولك اعمل كذا وهي حاجة غلط وتعملها لانه ينبغى ان يطاع الله اكثر من جميع الناس انا هنا بتكلم على انسان حكيم عنده روح القدس يميز صح من الغلط لكن انا هنا بتكلم بالاكثر على طاعة الانجيل طاعة ربنا طاعة الوصي فاحنا لازم نحط البند دوت واحنا بنقدم توبة واعتراف النهاردة كمان بقينا نشكك في ابقنا في الاعتراف ونرفض طاعتهم عشان الكلام مش على هوان موزي التلميذ اللي بابا ومامته يقولوله يا ابني زاكر هو الولد يعيني مش فاهم ان البلد بلد شهادات وعشان ينجح في كذا وينجح في كذا لازم يعمل عليه هو ممكن يكون ابوه فاهم ان الواجب تعس وان المدرس ده بيفتري على الولد ابنه بس هيعمل ايه الواجب مش فاهم انه لو صقت مرة واثنين وثلاثة هيعيد السنة ويتأخر عن اصحابه ويبقى فاشل ويبقى تبعيات كسر الطاعة انا وانتم مش بنبقى متخيلين تبعيات كسر الوصية زي السؤال اللي جالنا ده الولد اللي هو كان قاعد في عربية مع واحد سكران وعمل وحدثة الى اخر فين لما يمكن سنة ولا تنين ولا تلاتة لما ابتدى يفكر تاني ايه اللي انا عملته ده ايه اللي انا اشتركت فيه ده على فكرة دي حاجة مش نادرة الحدوث احيان كتير بتحصل حاجات زي كده ان انا اعمل حاجة بغفلان اعمل حاجة باستهتار اعمل حاجة وانا في سن كده مش داريان او في وسط اصحاب مش داريانين اتريع على حد ولا اعمل حاجة ولا اعتدي باي شكل من الاشكال بعدين لما اقبر كده شوية ولا ربنا يديني حكمة ولا ربنا يفتقدني ابص كده يا لهوي ايه اللي انا كنت بعمله ده كسر الطاعة له طبعيات انما الشخص اللي بيطيع يكسب بركات كلنا عارفين ابن الطاعة تحل عليه البركة امثلة كتيرة زي يوسف يوسف بصوا يوسف ربنا جابه من فين لفين بالرغم من هو يعني ما كانش مرفه يعني ما كانش بيسمع الكلام وهو مرفه لا ده كان عبد واسير وامرأة فوتيفار كانت تلح عليه مرة واثنين ولو كان طوعها في عرف العالم بتاعنا كانت عايشه في نغناغة كان يبقى هو سيد البيت في كل شيء حتى في امرأة سيده لكن هو قال لا 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 مش ممكن اتقسب لها لا تمسيكي فيها اجري وامشي قطيع امين ولما كان في السجن كان امين ما عادش يقول ادي اخرت الطاعة وهدي اخرت سمع الكلام وهدي اخرت اللي ولاد ربنا اللي بيعملوا كلام ربنا بتسمعوا الكلام ده نسمعوهوش تسمعوهو من جواكم مش كده عالوكي وهدي اخرت اللي بيسمعو الكلام وهدي اخرت الماشيين عدل وهي الدنيا دي ما تمشيش غير اللي ايه اللي ماشي عوج وكلام عارفينو كلكم الكلام ده بنشوفه نقرأ على الفيسبوك وقادي اخرت اسمعوا كلام شتن بقى هو عمال يقول لنا كل هذا الكلام ما عادش يقول نفسه الكلام ده كان ممكن يقوله كان ممكن يسمعهو في السجن لكن برضو ها في السجن كان ايه كان امين وده اللي خلا ربنا بصوا جابوا من فين حطوا فين بركة الطاع بركة الطاع بركة الطاع هكذا احبني المسيح عطاها حتى الموت وهكذا ينبغي ان احبه علامة من علامات حبك ربنا انك تعمل ايه انك تطيع وتكون شخص موطيع حاجة كمان هكذا احبني قبل كل شيء لاجل خلاص قبل ايه كل شيء احنا بنقولها في لحنة اومونو جانيس لحنة جميل قوي بنقوله يوم الجمعة العظيمة نقول كده كدوس الله القوي الذي لا يموت الذي كذا الذي كذا الذي كذا الى اخر وبعدين في النص نقول ايه القاب كل شيء لاجل خلاص نا يعني ربنا عشان يديني انا السماء ويديني انا الابدية ابل كل حاجة ما فيش حاجة قال لا دي بلاش ابل كل شيء عشان يوديني انا السماء والنعيم الابدي ويديني الحياة الابدية حررني من عبوضية الخطية ونبقى كلنا لنا لقاء في السماء وفي الابدية حواليه ومعاه ابل كل حاجة ابل كل حاجة ابل المهانة ابل الالم وابل الزل وابل يعني لما بنقعد كده يعني انا الجمعة العظيمة كده كنيستنا جميلة قوي ربنا يحافظ عليها كنيست وينميها ويكبرها عاديين شايفين الايكونة وسمعين النبوات اللي في العهد القديم اللي بتتكلم على الحدث حتى مزمور بتاع كده وعلى سياب اقترعه تحس ان اللي قاعد يكتب المزمور دوت كان قاعد قدام الصليب تحس اللي قاعد قدام بيكتب المزمور ده قابليها بكم ومئة سنة كأنه قاعد قدام الصليب وعمال يدون الاحداث وفي عطش يسقون يخلا وإلى آخره بعدين نقرأ المزمور ونلاقيه قدام بعدها بكم مئة سنة وإحنا النهاردة قاعدين قدام الايقون نبكي على ألام المسيح نقول يا رب انت قبلت كل ده عشان خطري ايو قبلت ده عشان تديني الخلاص والأبدية ايو طيب هكذا ينبغي ان احب اقبل ايه انا بقى عشانك لا يا رب معلش انا عايز شوية نعيم اللي في الدنيا انا عايز اسافر زي ما بيسافر وعايز قلبي زي ما بيلبس وعايز اتكلم زي ما بيتكلم وعايز يكون عندي زي اللي عندهم وعايز يعني النهاردة احنا جاوبنا تقريبا تمن اسئلة منهم اربعة خمسة على الجواز يعني وكلها مشاكل واخدين بالكم ما نقبل شوي نقبل التغيير مش نقبل الفشل لا ما نقبل الشخصيات الصعوب انا مش قصدي كده بس قصدي نقبل ظروف حياتنا نقبل ظروف حياتنا عشان خاطر المسيح انما انا النهاردة لما بتمرد وعايز اغير جلدي وعايز اغير توبي وعايز اغير طريقة فرحي وعايز اغير طريقة سلامي وكل همي على الفلوس وكل همي على القرامة وكل همي على المظهر وما اقبلش غير بكده نرجط احنا صلواتنا قدام ربنا كل واحد فينا يراجع نفسه كده ويقول انا بطلب ايه من ربنا يعني زي ما هو حبني في هذا الاسبوع او في تجسده بص هو ترك ايه عشان خطري وخطر وابل ايه ترك ايه وابل ايه مش هقول لكم بس ساعة الصليب من اول الميلاد والست العدرة الغلبانة دي ويوسف النجار الشيخ ومسافر على مصر ست رقش العيل ورقب حمار وراحين وجايين وبيستخبوا لما تزوروا عائلة مقادرة بيستخبوا في الكهوف والجبال يا رب انت قبلت كل ده قبلت كل ده وهربت من ده وعمل كل ده قبلت وانا بقى طب انا اقبل ايه عشانك كلمتين ثلاثة عشان انت مسيحي انا قبلت ايه وطرقت ايه فزي ما هو حبني وطرق وقبل انا كمان الحقيقة لازم اتعلم ان انا اترك وانا انا اقبل التزمر اللي بقى كتير في حياتنا التطلعات الكبيرة اللي في حياتنا اللي مخليانا مش عارفين ننبسط باللي عندنا يعني انت ممكن تكون واحد شغال في شركة ومرتبك حلو وعايش كويس واحد صعب عكي يقعد معاك يقولك ده انا سيبت الشركة وبيتقبط كذا لسه مبارح انت كنت راح يصايح الشغل وانت نفوق وتهزر وتشرب الشاي ورادي بس مجرد ان سمعت ان واحد صعبك اخذ مرتب اعلى منك لقيت نفسك رايح ومتنكد ومبوز ادي اللي احنا اخدناه ادي اللي احنا مش عارف ايه ايولنا نرضى اشكر باللي عندك بركة ربنا ادي اللي وصلنا له ما بقتش لا طايق نفسك ولا طايق رغم انت من ساعتين كنت فرحان باللي انت في من ساعتين كنت فرحان باللي انت في كمان مسيح قبل الظلم السؤال اللي جالنا النهار ده بتاعت الست اللي هي بتقول اخرج عشور المخرج عشور معاليتش معاليتش شك رغم مقدمة السؤال بتقول انها تبتدي تتزمر وتبتدي بس ربنا انا متأكد انها هيبرك لها في اللي عندها ومتأكد ان ربنا هيحلها مشكلتها اللي في بيتها عشان هي فكرت في ربنا وفي طاعت ربنا وفي العشور والبركة اللي تقدمها من ربنا اهم من كرامتها ده مش معناه ان احنا بنرضى بالمهان ولا نرضى ان احنا نرضى بالعنف ابدا ما بنرضى ابدا لا بالعنف ولا بالمهان بس انا بتكلم على البرسبكتف بتاحها هي منظرها هي نقبل ونشكر ونجاهد مش بنقول ان احنا ما قلواش عندنا طموح مش بنقول ان احنا ما نسعاش لحياة افضل وماله بس نعمل ده وانحنا بنفس ايه رضية وشكرة وقبلة مش نعمل ده بنفس فيها غضب وفيها تزمر وفيها عصيان لربنا وعشان اعمل كده انافق وعشان اعمل كده انا بقى ظالم وعشان اعمل كده اسرق مجهود اللي حوالي لا الكلام ده مش بتاعنا خالص عمر ده ميجي منه بارك النهار ده ناس اللي بيشتغل مثلا في المجالات السيلز وبتاع يتعلم ازاي ياخده الزباين بعض دي مش امانة قل لك لا يا ابونا اعملت ايه دي اسمها شطارة اسمها شطارة اسمها امانة قل له لا يا حبيب اسمها امانة هني زميل لك اللي يتعب في حاجة وعدين انت رح تاخد انت على المرتاح وتقول ان دي شطارة فهو يبيت هالك فيسيبك انت تدعب وانو بعشين اقبل اقبل واشكر واشتغل اقبل واشكر واشتغل انما برجع تاني واقول المسيح قبل الظلم قبل كل هذا الامور وربنا يعني بيدينا احنا هذا المثال ان في الايام ته من الاموات انتصر على الظلم وانتصر على الشر اللي بيتبع المسيح لازم هيكون منتصر في هذه جميعها يعظم انتصارنا باللذي احبنا فاحنا بنحبه زي ما هو حبنا وابل الالم اخر نقطة اقولها لكم النهاردة المسيح يقول كده اية جميلة خالص يقول لاجلهم وقدس انا زادي لاجلهم وقدس انا زادي وهو المسيح الاله الحي المقدس يعني هو كدوس في كل شيء كدوس الحيا الذي لا يموت لكن لما بنيج نقول هو احبنا انا بقدس ذاتي جاي الاجل رسالة معينة بعيش بهذه الرسالة مفيش لحظة المسيح كان بيعملها ولا كان بيعيشها الا ومركز على الصليب الا ومركز على اللي هو جاي عشان عشان كده حتى الست العدرة هو صغير لما قعد في الهيكل وهي يعني قلقت عليه شوية قالت له يا ابني كنا نبحث عنك معذبين يعني خفنا عليك لئنا عليك قال لتعلمين انه ينبغي ان اكون فيما لابي ربنا يسوع بزل كل ما في وزعه وقته ومجهوده وطقته وقرمته وبهاء ومجده عشان خاطر احنا يبقى لنا هذه القداسة وهذا المجد ربنا بيحبنا بكل قدرته وكل كيانه بكل قدرته وكل كيان فربنا قال لاجلهم انا بقد الزيت طب انا لاجله اعمل ايه لهو في محب لي كان كنت انا محور عمل انا انا محور كراستو الكلام المسيح عمل عشان خاطري انا وحضرتك وحضرتك عشان نقف النهار ده فكنا احنا محور عمله كنا احنا محور حياته هنا على الارض محور محور تجسده محور فداء طب احنا بقى هو بالنسبة لنا فين هو يعني مثلا يمنا يمنا لو كان المسيح مثلا صحي الصبح رايح عشان خاطري عشان يقابل السمارية وبعدين السمارية دي راحت جابت له القرية كلها وبعدين مش هارف ايه رايح بيقرس في الحتة الفلانية ويمشي ما كانش له مكان يعط فيه ماشي راحين جايين يعني المنكم يروح القدس او يروح الاماكن ده يعرف دي مساحة مسافة ماشي كتيرة من هنا الهن اللي هنا اللي هنا كانش بيعط عشان خاطري وعشان خاطركم مش عشان خاطر حاجة تاني خالص هو مش محتاج يثبت للخليقة للشجر ولا للحيوانات هو مش محتاج يثبت حاجة نفسه ولا البيت الخليقة غير يقول انا بقى عشان خاطركم لاجلهم انا اقدس انا زيدي طيب احنا بقى ربنا في يومنا بيمثل كم في المية وده مش معناه حبيبي عشان ما يكونش حد فهمني غلط ان انا بقول ان احنا نبقى رهبان ورهبات ولا مقرسين ولا مقرسات لان بوليس يقول كده انعشنا ايوه كملوا معايا انعشنا فلرب نعيش وان موتنا فلرب نموت فانعشنا او ان موتنا فلرب نحن فيبخت الانسان او الانسان اللي ربنا بيكون محور حياته بيشوف ربنا في الحواليه بيروح الشغل وهو مليان سلام ومليان ايجابية وبيروح الكلية زي اللي حبيبتي اللي بلسة ما تخرجتش ويأسانة وخايفة من الاي اي عارفين يسموه الاي اي ده احمد امين عارفين كده يسموه كده خايفة من الاي اي الزكاء الاصطناعي اي اي يعني يسموه اي اسمين بالاي والاي ف لكن احنا ما بنخافش ان احنا عايشين لربنا ربنا موجود في حياتنا في يومنا مدينا ايجابية مدينا سلام طبعا هنواجه صعوبات طبعا هنواجه ظلم طبعا هنواجه ناس صعبة طبعا هنواجه اضطهاد طبعا هنواجه كل حاجة مفيش اي مشكلة خالص لان هو برضو ان كان الرب معنا فمن علينا واللي بيعرف ياخد منه القوة بيعرف يكون عايش بالاجابة دي هكذا احبني ينبغي ان احب بصوا ازاي المسيح بين لنا محبته اقرمني ددني كرامة مش انا اللي بكسفه رفع راسي انا كمان عايز ارفع راسه ادنا حياة ادنا سلام هكذا احبني فانا كمان لازم اكون شايف هو عمل ايه عشاني وابتدي انا احط الكلام دوت ايه وصد قلنا في 3 كده نقاط سريعة 3 نقاط قلنا واحد طاعة كده 2 قبل كل شيء لأجليه عشان كده احنا لازم نقبل الحاجات اللي من قلنا لاجليه مقدس انا ذاتي فهو كمان احنا لازم نكون ربنا محور حياتنا بنشوف في الناس اللي حوالينا بنشوف في اشغالنا مع الطاعة مع الكبور ربنا يدينا سلام ونعمل الهنا كل مجد وكرمة من الان وإلى الابد امين تفضل ونصلي اشتركوا في القناة